أطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيى عالم الحرام فخور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما إعراب قول الله تعالى كفى بالله شهيدا نقول كفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر كفى بالله ألباء حرف جر زائد للتوكيد أو نقول حرف صلة ونقول حرف جر زائد للتوكيد لا يجوز من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الإعراب لا يجوز أن نقول أن يوجد حرف زائد كده في القرآن الكريم إنما هدف أو غرض هذا الحرف إنما زيد نحويا وليس دلاليا فهناك فرق بين الوظيفة النحوية والدلالة اللغوية الوظيفة النحوية إن الباء هنا حرف زائد أما الدلالة اللغوية فهو للتوكيد فنقول ألباء حرف جر زائد للتوكيد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب الله فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا شهيدا نقول تمييز منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة وهنا يوجد عندنا بعض الثوابت الإعرابية الفعل الماضي إذا لم يتصل آخره بوتننا بواو الجماعة أو تاي الضمير أو نون النسوة أو نا للفاعلين وانتهى بحرف علة انتهى بألف تحديدا فإنه يبنى على الفتح المقدر على الألف للتعذر ثم ألباء الواقع في فاعل كفى تكون زائدة للتوكيد والاسم الذي بعدها يكون فاعلا مرفوعا في المحل أي محله الرفع ويكون مجرورا في اللفظ يعني لفظه مجرور نقول بالله الله هنا مجرور على التعظيم مجرور في اللفظ نلفظه مجرورا لكن الفاعل دائما يكون مرفوعا لأنه من الأركان والركائز وكل أركان الجملة تكون من المرفوعات إذن كفى بالله وكيلة كفى بالله شهيدة كفى بالله حسيبة لسم النكر المنصوب الذي يأتي بعد كفى من الثوابت الإعرابية أننا نقول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة إذن هذه الآية وهذا التركيب وما كان على شاكلته له إعراب ثابت لا يتغير ولا يتبدل نفس الإعراب كفى بالله حسيبة كفى بالله شهيدة كفى بالله وكيلة كل هذه الجمل تعرب بنفس الإعراب بارك الله فيكم ونفع الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرى فخور